ظور لما تشيك انجين في لوحة العدادات ومشاكل في عمل المحرك والجير لما في ذلك عدم القدرة على التعشيق للنمرة المطلوبة أو وجود قساوة أو خشونة عند التغيير بين التروس وتعطل أو عدم انتظام عداد السرعة في السيارة وتقطيع وتفتف في عمل المحرك أو التوقف المفاجئ للمحرك مع ازدياد معدل استهلاك البنزين في السيارة ومشاكل في عمل الأنظمة الأخرى في السيارة مثل توقف نظام مثبت السرعة في السيارة عن العمل كلها عراض وعلامات بتشير إلى وجود خلل في واحد من أهم الحساسات الموجودة في السيارة وهذه الحساسات تعرف بحساسات السرعة في السيارة في هذا المقطع رح نتكلم بشكل خاص عن أهم الأعطال اللي بتنتج عند وجود مشاكل في حساسات السرعة في البداية حساسات السرعة للجير أو ما يعرف بحساسات الجير من أهم الحساسات الموجودة في السيارة وهذه الحساسات تستخدم في الجير بوكس لحساب نسبة تروس الفعلية للجير بوكس أثناء الاستخدام الفعلي ويوجد حساسين للسرعة الهدف منهم نقل البيانات دقيقة عن حالة الـ Gearbox لكمبيوتر السيارة الحساس الأول يسمى بالـ Input Shaft Speed Sensor أو حساس سرعة عمود الدخل للـ Gear وضيفت هذا الحساس مراقبة سرعة عمود إدخال الـ Gear في المقابل الحساس الثاني يعرف بالـ Output Shaft Speed Sensor أو حساس سرعة عمود الخرج للـ Gear عند وجود خلل في واحد من هذه الحساسات هذا الأمر رح يؤثر على عمل الـ Gearbox والمحرك بشكل مباشر وضيفت حساسات السرعة إرسال البيانات إلى كمبيوتر السيارة أو الـ BCM اللي بيعمل على مقارنة إشارات الحساسين ومن خلال ذلك بيستطيع كمبيوتر السيارة تحديد الترس المناسب الذي يجب التعشيق إليه ثم يتم مقارنة نسبة التروس الفعلية إلى نسبة التروس المطلوبة وإذا لم يتوافق الترس المطلوب مع الترس الفعلي اللي تم التعشيق إليه رح يقوم كمبيوتر السيارة برصد رمز للعطل ورح يتم إضاءة لمبة Check Engine في لوحة العدادات أخطر ثلاث علامات قد تظهر عند وجود خلال في أحد هذين الحساسين بتشمل ما يليه أولا خشون عند التعشيق للترس المطلوبة أو عدم القدرة على التغيير بين التروس فبدون إشارة حساسات السرعة رح يعجز كمبيوتر السيارة الـ BCM على التحكم بالشكل الصحيح في التنقل بين التروس داخل الـ Gearbox هذا الأمر رح يتسبب بصعوبة عند التنقل إلى ترس أعلى أو أدنى وبترافق أيضا مع خشونة أو قساوة عند التنقل بين التروس الأمر الممكن يتسبب بالتلف في مكونات الـ Gearbox الداخلي مثل Valve Body أو ما يعرف بمخ الجير خطوط نقل زيت الجير وفي بعض الحالات ممكن تضرر تروس أيضا في بعض الحالات ممكن يحدث العكس بيكون التنقل بين التروس أسرع من المعتاد ومن الأعراض الشائعة عند وجود خلل في أحد هذي الحساسات تغير توقيت التنقل بين التروس منذ ذلك من وارد جدا أنه يحدث تأخير في الانتقال إلى الترس المطلوب أو يحدث الانتقال بشكل سريع ثانيا توقف مثبت السرعة عن العمل حساسات السرعة يتراقب سرعة عمود الإدخال وعمود الخرج لذلك يعتبر جزء من نظام المراقبة لمثبت السرعة الخلل في هذه الحساسات رح يتسبب برصد أكوات خاصة بمثبت السرعة ولهذا السبب رح يعمل كمبيوتر السيارة الـ PCM على إيقاب مثبت السرعة عن العمل كإجراء احترازي للسلم ثالثا نظهر لم تتشيك انجين في لوحة العدادات لم تتشيك انجين متشير إلى أنه كمبيوتر السيارة قام برصد عطل في أحد الأنظم قام بتخزين كود خاص بهذا العطل وفي هذه الحالة يجب فحص الكمبيوتر بالسكانر للي تحديد الكود على سبيل المثال من الأكوات المرتبطة بحساسات السرعة الـ B1704 والكود B0720 ويتذكر أنه قبل استبدال أحد الحساسات السرعة من المهم جدا فحص الدارة الكهربائية الحساس اتأكد من عدم وجود تقطيع أو تماس في أسلاك الحساس ويتحقق أيضا من فشة الحساس ومالمهم أيضا فحص القير بشكل عام ويبدأ دائما بفحص زيت القير ويتحقق إذا كان هناك بقايا معدنية في زيت القير في هذه الحالة قد يكون هناك أضرار كبيرة في المكونات الداخلية للقير وربما يكون من الأفضل استبدال القير بشكل كامل فإنقائي لا تنسى الاشتراك في القناة وإذا كان عندك أي تساول يخص القير اشتركوا في التعليقات